السلام عليكم الأخوات اليوم إن شاء الله نشارك معكم القناة ديالي مطبخك بين يديك سيدتي اليوم إن شاء الله نشارك معكم وجبة سريعة هي ديال السردين مشرمل أي أخس في البيت ديالها ركت عرفت طريقة ولكن أنا أي حاجة كنبغي نشاركها مع الخوت والأخوات وتبعوا معي الفيديو تلخر إن شاء الله على بركة الله هذا هو السردين اللي نشارك معكم يعني طريقة سريعة وبسيطة وأي أخت كتعرف الطريقة ولكن أنا أي حاجة كنبغي نشاركها مع الخوت والأخوات من طبيعة الحال دي الحوت يعني عن النقي والطريقة عندي البانيو ونغلف البلاستيكة باش ما يتوسخ ليش أي حاجة توسخ لي السردين يعني أنتم ما تشوفوا الطريقة إن شاء الله هان السردين نقيتو وهالطريقة بحالك درت البلاستيك في البانيو وفتالي جمع سكاع ريوسة السردين وذلك شي باش تحاجة ما قد توسخ صافيا نحيد والسردين إن شاء الله من طبيعة الحال أنا نغسله مزيان نغسله مزيان يتغسل مزيان وينشوف ونصفاه مزيان نغسلهون بتدلوا الماء ويتغسل مزيان ونتمنىكم تدعموني بلايك وفعل جرس يوصلكم الجديد وهالطريقة وخليتو نشوف مزيان ودبع ندوزو المقادير يعني سردين تيجي مشارمل رائع الكامون الكوركم السودانية الملحة القصبر ومعدنوس التومة ومطبيعة الحل الحامض ونصف اربع كاس ديال الزيت باشا نخلط الشرمولة يعني الشرمولة ستكون قصبرو معدنوس يعني حاولوا تكترو يعني القصبرو معدنوس الكامون مع الكبيرة الكوركم يعني مع الاقتعية السودانية اللي كانت حرة ديرو ديرو شوية الملحة حسب الضوغ التومة شي ربعة ريوس أو خمسة لاش ما قديتو يعني سردين كيبا الشرمولة وزيدو تسات حميرة لابغيتو كنديرو هفشي بانيو وكاوهد ربعة تعزيز يعني كننخلط بيه نخلط بيديم زيان اللي كيسرره الكامون والسودانية والتومة والقصبر ومعدنوس والكوركم والتحميرة ودروري الحامض هدي الشرمولة ديال السردين نخلي ترتاح واحد شوية ونشرم السردين هالسردين كنشرم له طريقة زوينة وسريعة وتقدروا تديروا لهالطريقة وتدخلوا الفران بغيتو تقليو اقليو يعني قليان تزيت ولو عمره في سيمانة أنا مرة كنديرو الفران مرة كننقلي في القليان ما كان كترش الزيت بزاف دبعا مشي على هالطريقة نشرم السردين هو السردين يكون مشرم المزيان ويتقله مزيان يعني مخصوش يبقى يعني بحلي مضردر يعني طيب ما طيب شخصو السردين يكون طيب مزيان والطريقة تعلق الفران تأتي جيل ديد يا سلام عمشي على هالطريقة تنكمل السردين كامل وهالسردين هوا شرملته وخليته رتاح واحد شوية وتيسر للحامض ودبعا ندوز ندرو فطحين طريقة راكل شي كعرف وكيجي تنين السردين بالطاجين دبعا ان شاء الله نشاركو معاكم هكو تيجي مشرمل تيجي غزال يعني السردين رعدو انواع فوائد زوينة دبعا ندرو في الدقيق ومنعنجي ننقليه ضروري ما نخليش دك الدقيق لاصق فيه ومشي على الطريقة وندرو شوية الزيت ونخلي طيب واحد شوية ونقلي اشتركوا في القناة apt- الزيت ان شاء الله موسيقى موسيقى زوجت المقلى وكذلك وحقا يتبه موسيقى يتم تتفاصيل موسيقى 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 لعدم بجمال السبب عند موسيقى يعني مرة في السيمانة ماشي كل نار ومرة كنديرو في الفران مرة كنديرو طاجين مرة كنديرو كفتا مرة كنديرو شوي يعني عندو طرطة كتيرة أنا كنقلي وكنكمل يعني السردين في الدقيقة وهذه الطريقة ديال السردين أنا شاركت معكم كيفاش نشرملو وأي أخت مغربية أو عربية يعني ركي عرفوا يقليو أنا شاركت معكم يعني كيفاش كنشرملو وها هو زي اتقلاء كنقلي ونبقى على هالطريقة تنكملو كامل وهذه الطريقة اللي شاركت معكم كيفاش شار منا وكيفاش درنا في الدقيقة وكيفاش قلينا كنتمنكم دخلوا القناتي وادعموني بلايك وفعل جرس ووصلكم كل جديد ومع السلامة ومع السلامة ومع السلامة ومع السلامة